رأى مراقبون أن تصريحات العبادي بشأن طلب أحزاب بالإطار إبادة الصدريين بالأسلحة والطائرات ستعازز القطيعة بين الحنانة وخصومها بالفترة المقبلة أكثر مما هي عليه الآن وأشاروا إلى أن هذه التصريحات ستزيد من إصرار الصدر على المشاركة بالانتخابات المقبلة واكتساح البرلمان مجددا لإزاحة الإطار التنسيقي من العملية السياسية برمتها وأضفوا أن الصدر أدرك خطورة نوايا قادة الإطار منذ تسريبات زعب ائتلاف دولة القانون نور المالكي ونما كشفه العبادي من نوايا لقتل أتباع التيار دليل واضح وفاضح على أن الطرف الثالث في كل الأحداث هو الإطار التنسيقي وفصائله